أحرزت بطلة الملاكمة الجزائرية إيمان خليف الميدالية الذهبية لوزن 66 كيلو جرام ضمن فعاليات أولمبياد باريس تتويج البطلة الجزائرية بالذهبية جاء بعد ضغوطاتها إلى تعرضت لها إلا أن تركيزها داخل حلبة الملاكمة كان كفيلاً بوضعها على منصة التتويج التركيز على الهدف ووضع الراية الوطنية نصب الأعين هما أساس تحقيق الإنجازات وعلى هذا الأساس استندت البطلة الأولمبية الجزائرية إيمان خليف في تحقيقها الميدالية الذهبية في الملاكمة لوزن 66 كيلو جرام ضمن دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 الملاكمة الجزائرية إيمان خليف المتوشحة بالذهب حققت الانتصار في المباراة النهائية على منافساتها الصينية يانجليو بعدما سيطرت على مجريات النزال في جولاته السلاس فتألقت في إدارة المباراة على الحلبة لتفوز بإجماع الحكام بطلة الجزائر إيمان خليف عاشت ضغوطاً كبيرة خلال مشوارها في الأولمبياد نحو النهائية إسكنت ضحية صراع غير نزيه بين الاتحاد الدولي للملاكمة واللجنة الأولمبية الدولية المنظمة لفعاليات الأولمبياد لكنها أبت إلى أن تخرج من ثوب الضحية إلى زهو الانتصار إيمان خليف نجحت أخيراً في أن تهدي بلادها الجزائر مادلية زهبية تاريخية في الملاكمة متحديات كل من تآمروا لسرقة وتشويه انتصاراتها ولم تأبه على مدار البطولة لأي شيء سوى تحقيق المجد لوطنها فعقدت العزم أن تحيى الجزائر